اشتركوا في القناة كما اعلن الحزب استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثة بيتلال كفرشوب اللبناني المحتل بالاسلحة المناسبة واحد الثكنات في مزارع شبعة بصواريخ فلق جيش الاحتلال الاسرائيلي اعترف باصابة 14 من جنوده في عملية عرب العرامشة بينهم 6 اصابات بليغة واشار الاحتلال ان القوة التي كانت في المبنى المستهدف تتبع للواء الاحتياط كرياتي الذي غادر من خان يونس بقطاع غزة اواخر شهر يناير الماضي وتشير وسائل اعلام محلية الى حساسية الموقع العسكري الاسرائيلي المستهدف بالنظر الى انه يحتضن مركز عمليات يشهد بشكل دوري اجتماعات لكبار الضباط في جيش الاحتلال الاسرائيلي جيدا موسيقى الموسيقى